وقبل ما نسيب سنة 1935 تعالوا نرجع مع بعض لسنة 1923 لما اتحاد الكرة قرر تنظيم دوري عام بين الأندية على مستوى المناطق يعني أندية كل منطقة تلعب دوري خاص بيها وبعدين يتقابل أبطال المناطق لتحديد بطل الدوري العام في آخر كل موسم وكان اسمه بطولة المناطق الدورية لكن ما اكتملتش الفكرة وقتها وتوقفت عند بطل لكل منطقة في سنة 1935 بقى فكر اتحاد الكرة في إعادة الفكرة على أساس ياخد من كل منطقة الفرق الأولى في ترتيب المنطقة ويعمل دوري بين متصدري المناطق ويطلع منه بطل الدوري العام وتقرر أن اللي حيشارك في الدوري العام من دوري القاهرة أول أربع أندية في ترتيب البطولة وكان ترتيب فرق البطولة في دوري القاهرة الأهلي وبعدين السكة الحديد والترسانة والمركز الرابع كان بين فريق البوليس ونادي المختلط ونجح فريق البوليس في حسم المركز الرابع بعد الفوز على فريق المختلط ليفاجأ الجميع بإلغاء الدوري العام ويتحجج اتحاد الكرة ووكيله محمد حيضر به بأن ما فيش وقت هو فعلا ما كانش فيه وقت ولا عشان المختلط ما تقاهلش للدوري العام ربنا أعلم بالنوايا شكرا